السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سأشرح لكم في هذا الفيديو كيفية استخدام لاتك لطباعة الرموز الكيميائية ورسم الجزيئات والروابط بين الذرات في البداية نختار document class article أو أي شيء آخر ثم بعد ذلك نستخدم two packages واحد اسمه chemfig لعمل رسوم للجزيئات والروابط بين الذرات وأشياء أخرى وأيضا mhkem وهذا خاص بطباعة المعادلات الكيميائية أما بالنسبة للpackage verbatim فهو فقط استخدمه خلال هذا الشرح في البداية لاستخدام الباكيج chemfig نقول مثلا chemfig نفتح أقواس من هذا النوع O بنحط الرابط مثلا O وبنحط الرابط إذا كان في عندنا double bond فبنحط O H بعدين نسكر الأقواس ثم بنعمل preview للشكل الناتج فبطلع لنا هكذا هذا الشكل الناتج O H رابط أو رابط مزدوج ممكن نعمل أشياء أخرى هكذا نترك مسافة big skip مثلا ونعمل chemfig A بعدين بنحط زوايا مثلا واحد والآن سأشرح هادي بعدين B بعدين seven C هكذا طبعا بالنسبة لحرف A بعدين هذه الرابطة داش يعني يعني الآن ممكن نعمل هادي كمان مرة بهذا الشكل بس بدال هادي نعملها داش عادية فبطلع لنا شرطة مش شرطة مزدوجة يعني single طبعا هي طلعت به الشكل هذا لازم أترك هان فراغ إذا حطيتي وسهي وتطلع لنا رابطة مزدوجة أو double bond هان single bond أما بالنسبة لهذه فهي طلع الشكل بهذا هكذا فنبدأ بالA بعدين بنعمل داش اللي هي هادي الجزء هذا بعدين في واحد وB واحد هادي زاوية 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 الميل في اتجاه عكس عقارب الساعة يعني على اليسار بالنسبة للخط الأفقي فهذه الزاوية نكتبها هنا بالوحدات مثلا واحد معناه خمسة مزدوجة اتنين تسعين تلاتة تلاتة في خمسة واربعين سبعة تلتمية وخمستاش إلى خريه فمثلا بالنسبة للأولى هان واحد فبطلع لنا زاوية خمسة واربعين درجة بالنسبة للخط الأفقي طبعا على اليسار على اليسار بالنسبة لأبي سبعة السبعة معناها تلاتمية وخمستاش درجة نطرحها تلاتمية وستين بصير زاوية خمسة واربعين بسالبة فبتسالب معناها على اليمين مش على اليسار مثلا لو بنا نعمل كمان مثلا شرطتين او دبل بانت زي هيك ونحط زاوية مثلا اتنين نحط هان مثلا دي زي هيك فبطلع لنا الآن اتنين معناها تسعين بالنسبة للخط الأفقي هاي التسعين طلعت لفوق تسعين وخمسة واربعين وخمسة واربعين تسعين الآن لو حطينا سالب تسعين فبتنزل لتحت في الاتجاه المعاكس هناك ثلاثة طرق للتعبير عن الزواية هادي فالزواية بالوحدات نضرب كل وحدة بخمسة واربعين درجة هاي شكل بس نعمل بيك سكيب هكذا هان نبدأ من ايه حط طبعا كم فق ايه بعدين تيجي سنجل باند بعدين الزاوية هادي نسبقها بالكولن تسعين درجة بعدين تيجي بي بعدين تيجي الرابطة طبعا الداش هادي رابطة فردية بين ايه وبي وهادي رابطة فردية بين ايه وسي لكن بالنسبة لبي في ميل مقداره سالب خمسة واربعين درجة يعني الزاوية تكون سالب خمسة واربعين درجة والسي طبعا فيه اشارة شرطة واحدة للدي وفيه خمسة واربعين درجة فخلينا نشوف هذا كيف الشكل الان بيطلع لنا فبيطلع هكذا اذا هاي الشكل هاي ايه بعدين تسعين درجة طبعا في اتجاه عكس عقارب الساعة ايه تسعين درجة بعدين من اه بي خمسة واربعين درجة نبدأ من بي نفسها تنزل خمسة واربعين درجة بعدين من سي بنطلع خمسة واربعين درجة الى اه اعلى فبيطلع لنا بهذا الشكل لدي هان اه اه بعدين سالب خمسة يعني يعني بتنحني الى الى مين مقدار خمس درجات او ازاي مقدارها خمسة بعدين نيجي لها بي اه بعدين بعد هيك في اللي هو سنجل اه باند وبعدين هادي التو كولنز هان معناها بشكل مطلق يعني من بي بصير في اه زاوية مقدارها عشرين في الاتجاه الموجب من الموضع الموجودة اه في الخط هذا وابنستمر بهذا الشكل عشرين بعدين عشرين بعدين عشرين بعدين عشرين بعدين عشرين بعدين عشرين فالآن بيطلع لنتقوص على اليسار زي ما احنا شايفين هان هاي اه بعدين تنزل خمسة درجات في بمقدار خمس درجات صغيرة جدا نوصل لB من B في 20 درجة بنطلع من B 20 درجة من C 20 درجة من D 20 درجة لحتى ما نوصل لG ممكن احنا طبعا نغير روابط مثلا عند D ممكن نعملها مزدوجة الرابطة هان ونشوف الشكل كيف بيطلع فصار مزدوجة وهكذا بنعمل بقسكب طبعا في الكيميا بيستخدمه رموز كثيرة لخصت معظمها في هذا الجدول الجدول التالي طبعا كتابته بتاخد وقت فعشان هيك نجح هزته وسأرض عليكم هنا وننظر الى الجدول بعدين نرجع تاني نتكلم عنه لان الجدول نفسه بيشرح نفسه هاي الجدول الزوض بعضينا هيك الان بالنسبة لهذا الكود لما نقول A داش B بعطي لنا اللي هو السنجل نوع الرابطة اللي هو سنجل لما نعمل يساوي بعطينا ضبل لما نعمل التلدة هادي اللي عند حرف الذال بالنسبة للكيبورد فبيطلع لنا رابطة فيها تلاتة هادي طبعا A أكبر من B بيطلع لنا شكل مثلث هذا مليان وفيه A أقل من B مثلث معكوس وفيه هادي شرطات نفس المثلث هذا لكن مش مش صلد بيكون فيه آآ شرطات بالنسبة للرمز هذا config A less than وبعدين calling B بيطلع لنا هذا الشكل وأشكال أخرى أيها كلها موجودة في الجدول هذا طبعا كله ممكن انتوا تشوفوه في الموقع هذا بالتفصيل فمفيد جدا هذا العنوان نرجع تاني للكود اللي احنا عملنا طبعا هذا الجدول بيعمل الكود بيكتبه كما هو كما احنا بنستخدمه بعدين النتيجة هذا الكود وهذا نتيجته هذا الكود وهذا نتيجته الآن نأتي باختصار للمعادلات طبعا فيه الباكيج التاني الاسمه م اتش كيم هذا بعطينا معادلات وسأستخدمه يعني بشكل سريع مثلا نقول له هان بيكتس كيب عشان كيميكال اكويجين سي اي ونحط مثلا اتش تو او ونرسم لنا جزء الماء فبيعمله بشكل سريع وسهل ممكن هان نعمل باكيس كيم تحت نحط رمز زي هذا ايك بيعملنا معادلة معادلة جميلة لو انتم بحثتوا في جوجل عن الام اتش كيم فبيجيب لكو الباكيجي بشرح لكو شكل مفصل وشكل جميل جدا اه معادلة يعني ممكن تكون معقدة نوعا ما لكن تعطينا اشي جميل تعطينا المعادلة هذه اللي تحت فيه كمان هان كنت تحب شوف يعني شكل من الاشكال شافين كيف جمال اللي تك اللي تك يعني استخدم ليس فقط لطباعة الرياضيات والرموز وانما لطباعة اشياء كثيرة وإلى اللقاء شكرا للادفع